ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما تواصل الالتزام بتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج التوازن المالي وتنفيذ مبادراته من خلال مرونة الخطط والسياسات التي تتبعها والتي تسهم في الحفاظ على سقف الدين العام بما يعزز النمو الاقتصادي وأشار البيان إلى همية موصلة مساعي زيادة خلق الفرص النوعية في القطاع الخاص وتعزيز مرونة سياسة العمل عن بعد منوها في الوقت ذاته إلى همية موصلة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس في العملية التنموية وإعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وشريك بما يسهم في ترسيخ الشراكة الحيوية بين القطاعين تحقيقا للأهداف المنشودة